هذه الكمشاة الإرهابيين شنغريحة كان يقتل بيديه في الأخضرية كان يذبح بيديه في الأخضرية وفي البويرة وفي العفرون وفي ما جاوره كل هذه اللي كانت لتسمى النحية العسكرية الأولى وفي المدية لكن كانت تمركزهم أساساً حيث كانت توجد الفرقة الأولى كانت تحت قيادة المجرم عبدالعزيز مجاهد اللي سموه الجزائريين عبدالعزيز مجازر كان سيده كان هو جنرار والآخر كان ما بين رائد العقيد وهناك شهادات لناس كتبوا على الموضوع هذا شهادات كثيرة جداً واحدة من هذه الشهادات شهادات حبيب سويدية اللي كان موجود هناك كانت يومها أوامر واستغفر الله على هذه الكلمة بالرغم أن ناقل الكفر ليس بكافر كانت يومها أوامر هبطربوا للواد كان يقولوها في طولكي ووركي كان هذا هو الشعار كان هذا هو الكود لأنهم عارفين أن كين دول راي تسمع فيهم أسيادهم ما يصدقوهمش حاطينهم لساتيليت ويسمعوا ما يجري هبطربوا للواد معناها ذبحوه قتلوه وقتلوا الآلاف الآلاف قتلوها في جهة الأخضرية في اتجاه العاصمة أو في اتجاه البويرة أو في اتجاه المدية أو في اتجاه في كافة الاتجاهات وقاموا بمجازة ليس لا حدود هذا شنغريحة فقط لما يسمى قاعد الجيش 77 سنة 76 سنة واللي يعرفوه يقولوا أعزكم الله أنه يتبول على رحوه وينام في الاجتماعات وديري اللي يكوش أكثرية الجنارات الجوزة 70 سنة ديري اللي يكوش في حين أن هناك ضباط في قمة شبابهم وأحيانا في الأربعينات في الخمسينات يروح للدار وبعقوبة وأحيانا يبعثون للسجون لأنهم يلقون فاهمين عقلين وطنيين مخلصين يحبوا يرفعوا من قيمة الجيش جيش سيطرت عليه كمشى من القتلى من الذباحين بدأوا الذبح في الثمانيون وثمانين وما خلصوش حتى بعد حدات القبائل في الألفين وواحد من هو الإرهابي؟ من؟ دعنا نسمعوا بعض التصريحات وتصريحات من عندكم؟ أسنعوا بعض التصريحات القتالات والأصممم من أسنعوا بعض التصريحات تأتي من قبل كاذنه لشنون كذلك من المخلصة لشنون كذلك يمكنك أن تأتيك أوه لاكن من أكبر سيكون ذلك كذلك المياح البحث كذلك في ذلك على المشارك ذلك يحبون أنه كيف يستيقظ؟ إلى مدنين المزارق؟ مدنين المزارق ذلك؟ كانت مزارق بشيعة درستي عالدي هل كان باربس؟ باربس كان يعمل مع الهدف وقد امعنا ذلك امعنا ذلك اعلية المساعدة باتلي ايضا لبالعربية ليديها مع المغاربية هذا كان ضن مع راديو امرجان ذاك الوقت هذا الجنار بالحديد بالمناسبة لما جوي شيطنون قالوا للذباب قولوا باللي هذا من ضباط فرنسا و قولوا هذا مجاهد كان من أصغر المجاهدين شوف عندنا عليه تحفظ ما قام به في بشار بالرغم من أنه يفسر أو يبرق وكان أنا ذاك أخونا الصحفي حسان هو اللي راح لأهل بشار وصور هناك يعني كان أنا ذاك في تلفزيون العصر وصور ما للبيوت اللي قام بتدميرها الجنرير بن حديد لكن عندما نضع هذه القضية جانبا هذا جنرال كان قائد الناحية العسكرية الثالثة يعني بشار ومجاورة وتعرفوا بشار حساسة جدا في أكثر من خمسين ستين ألف عسكري لأنهم فيما صعبهم على النظام المغربي هذا يعترف ويقول لما يسألوا لدروتكال يقولوا كان دي كومبليستي وسان دي دي ارس دي ارس تعتوفيق سهل مهمة على الجماعة اللي كانت عدروتكال ثم يقولوا على بن شيحة يقولوا أنا جليفيكي بن شيحة هذا كان يقود كتيبة الأهوال واحدة من أبشع الكتاب اللي نصبت إلى الإسلاميين يقولوا قادة بن شيحة كان يخدم مع اسماعيل العماري حتى مزراء كانت عنده علاقات مع اسماعيل العماري يعني اسماعيل العماري اللي كان هو نائب توفيق في الحقيقة كان يغذي في الجماعات باش يكثر الإرهاب ويدلهم بعد محارب على الإرهاب والحارب على الإرهاب يذبح فيه الشعب الجزائد وتذبح فيه القورة وتذبح فيه عنده تصريحات أخطر وحتى معه في هذا البرنامج عنده تصريحات خطيرة هذا جنرال هذا ليس معارب ليس مقاون ليس إنسان بسيط هذا جنرال وظل جنرال حتى 96 في 96 شاف بأن زرواء الضعيف ولم يستطع أن يواجه جماعة نزار وتوفيق واسماعيل العماري فاستقال وليس بسيطا أن تستقل أنا عارفها عندك فيه منصب مهم ورفيع وعندك فيه نفوذ ومال وجاه وتترك كل شي ربما لم يترك كل شي لكنه ليس سهل أن تستقل استقال في 96 هذا الموضوع أدخلوا عليه أدخلوه في 2016-2017 للسجن لأنه اعترف وقال بأن كثير من الجماعات التي كانت تنسب إلى الإسلاميين كانت إنتع سماعيل العماري للأسف بعض الناس اللي حوسوا يقولوا حقوقيين وديمقراطيين محبوش اسموا هذه الحقائق طيب هذه شهادة على جنرال كان معاهم وظل معاهم وهو مع الحراك بالمناسبة وإن كان الآن رغم مريض مريض جدا هذه واحدة من الشهادات فقط وكان شهادات كثيرة جدا إذن من هو الإرهابي يا شنغريحة يا شنغريحة يا شنغريحة يوما معه من كمشة الجنرالات كيتخرجوا اليوم وتوضعوا رشاة حركة إرهابية من هو الإرهابي؟ أو شهادة جنرال هاي شهادة جنرال أعطونا أنتم خارج دحدوح هذاك اللي مسكين ما عرفش وش يقول أساسا ولما جيتوا تبنوا قصة الدحدوح الشعب الجزائري كله يضحك عليكم ولا يسميه النظام الدحدوحي وتلفزيون الدحدوحي من كثرة الطريقة المسخرة المهزلة اللي تحدثتوا بها اللي جبتوا الدحدوح وبعدين زدتوا الدحدوح دحدوح قبيلي وحد أخر وبينهما جبتوا دقيوس جبتوا دقيوس كل مرة يثبت الرداء لتعكم والله كم ساءني وحتى في النقاش اللي تحدثت اليوم أمانة الحركة كان هناك ضحك هستيري من البرنامج كان هناك ضحك هستيري كان واحد من الأفاضل قالوا أننا نعاونهم كيف يخدموا شوية برنامج يعني يعني ما تعرفوش هذا هو الجيش وصادر يعجب الكاتبين بل من إنتاج وزارة الدفاع هذه وزارة الدفاع الوطنية هذه اللي تقدر تحميل البلاد ولا تدافع ولا تخرج بروباقاندا ولا حرب نفسية ولا حرب سبرانية هذا هو النبو صدقوني مبتدئين في الانترنت مبتدئين في الفيديو وفي الفيديو مبتدئين يخرجوا خير منكم مبتدئين أنتم ملايير الملايير من أموال الشعب الجزائري تصرفوها وجود خرجوا برنامج مثل هذاك لا يصمد أمام سؤال واحد يطرحوا أي إنسان مهني فما بالك أن يطرحوا قاضي أو يطرحوا محامي أو يطرحوا حقوقي أو يطرحوا ليس هناك شيء واحد يصلح فيه كله مبني على خروفات ومبني رخض ماخذين برنامج قبل عشر سنوات قبل عشر سنوات كانوا معايا شباب بما فيهم سيدة ومجموعة من الشباب أيام الربيع العربي وكان الحديث على ثورة سلمية في الجزائر نعم نعم أنا أتبنى الثورة السلمية منذ ستة وعشرين سنة تحسبوا رجبتوا الصيد من ذيل أنتم وإحنا اللي وضعنا ذلك البرنامج إحنا اللي وضعناه نحو منه قطعة هنا وقطعة له وتبينوه وأنهم يريدون الشر بالبلاد وأنهم يريدون كذا البرنامج موجود ورام حطوط في اليوتيوب فيه أكثر من ساعة وزايد تحسبوا رجبتوا حاجة والله لو كنت أؤمن بالعنف كطريق للحل والله ما تردد ما تردد أن تبنيتوا ولكننا لا نؤمن بالعنف عندما يكون العصابة الإجرامية الخائنة تكون من أبناء الوطن عندما يكون المحتل من أبناء الوطن لأن الناس ما تميزش بين المليح والقبيح أسماءنا كيف كيف أشكالنا كيف كيف ربما نسكنه في نفس الحي ربما في نفس البيت ولذلك الحل السلمي هو اللي تبنيناه هو اللي دفعنا عليه شعب مستضعف الدراسات أثبتت أن الذين قاوموا سلميا على الأقل ربحوا نصف الوقت ثورات السلمية تدوم ما بين شهرين إلى ستة ثمان سنوات كجمالا والثورات المسلحة في المعدل تدوم خمسة عشر سنة ونسبة نجاح ثورات السلمية أعلى بكثير من نسبة الثورات المسلحة وهذا دراسات هذا علم موجود دراسات حسابات فاكتس فيجرز أرقام ماهوش كلام إذن فهو تبني من منظور ضيف إلى ذلك أننا مسلمون أننا مسلمين وأن ديننا يدعوننا إلى مقاومة الظالم والصبر على المكاره مش صبر على الظالم صبر على المكاره ماهوش الدين المزيف اللي يدروه صبر على المكاره وأنت تقاوم الظالم فكان هذا أيضا بعد أساسي عندنا ولكن تقاوم لأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر ما قالش سيف تضرب به السلطان قال كلمة حق عند سلطان الجائر عقليا دينيا منطقيا قناعاتنا أفكارنا نفوسنا كلها تأبى العنف وترفض العنف وترفض الإرهاب أنتم قلب الإرهاب أنتم أنتم من أرهبتم شعبي كامل طيب من قتل من قتل من قتل حتى في الخارج في الستينات أليس نظام اللي بناه هو نظام وجدة من قتل وعذب مجاهدين في الستينات وفي السبعينات في الداخل وفي الخارج من قتل من قتل القبائل في 1980 ثم في بلعباس في وهران في سطيف في قسمطينا طول عشرية الثمانينات أحيانا يكون في القتل وفي كثير من الأحيانا يكون التعذيب والاعتقالات والسجون وفي 88 قتلتم بالمئات من نحن أم أنتم النظام الإجرامي أم رشاد أو الحراك أو غيره من ثم التسعينات من كنت موظف أنا كنت موظف الدولة ثم يجوه في البرنامج يقدموه كأنني وعضوه في الانفيس أنا ذكرت عباس عنه رشيد مسلي أحد مؤسس الحركة حركة رشد لم يكن أبدا في الفيس آه دافع على المظلومين دافع لكنه لم يكن أبدا في الفيس هذا لا يعني أن الانتماء للفيس حاجة سيئة أو حاجة لا الفيس كان حزبا معتمدا وفاز في الانتخابات سواء تفقوا مع الناس أو اختلفوا حتى لما جات الأمم المتحدة لتعرفوها يعني موقفهم الإسلاميين قالت أن ما قام بأعباسي مدني وأعلي بالحاج إجمالا هو عمل سياسي وأن سجنهم كان خطأا لأن هذا الحزب كان معترف به إذن هذا ليس تهربا إنما وضع الحقائق في نصابها إذن رشيد مسلي لم يكن منفيس سمراوي اللي أسس معنا أيضا حركة رشاد كان ضابطا في المخابرات في الدياريس لكنه شاف فيما بعد أن هذه الدياريس داية البلاد للوات وهو كاتب كتابه كرونيك ديزاني تسان يوميات إذا شئنا ترجمتها يوميات سنوات الدم أو سنوات الدم يستطيع الناس أن يجدوها انظر الله موجودة بالعربية كما بالفرنسية وحكى على صناعة بعض المجموعات وعلى قد يختلف معها الناس في حاجة أو في بعض المعطيات أو في بعض المعلومات لأن إجمالا هذا كان ضابطا في المخابرات الإرهابية واعترف قال أشياء كثيرة وخلص إلى أن الدياريس أصبحت منظمة إرهابية هذا واحد منكم شاهد شاهدوا من أهلها وهناك شهادات لعسكريين آخرين كلها تثبت أن الدياريس كانت منظمة إرهابية والشعب وصل في النهاية وخرج لكم العبارة دياريس منظمة إرهابية تسقط المافيا العسكرية لأنه اكتشف الحقائق لأنه خلاص الحقائق لم تعد تختبه كما كانت لأن الكذب عنده فترة ويكسبير الكذب مهما طال عنده فترة وتنتهي الفاعلية متاعهم خاصة عندما تظهر الشهادات وينفتح العالم وجاء الأنترنت وجاء الفيسبوك واليوتيوب وغيره ترجمة نانسي قنقر